مساء خير يا جماعة أنا نايل الشفعي بحييكم النهاردة الأربعاء 24 يناير 20-24 بتكلم النهاردة تعليق على الخطاب اللي ألقاه الرئيس السيسي حول الأزمة الاقتصادية في مصر الأول لازم أحييه على أنه أول مرة يطلع يتكلم مدي وشه للناس وبيقول جمل مفيدة وبيعرض أزمة بشكل مناسب فده كويس ولازم أحييه عليها ولكن خلينا أقول لكم هو بيقول أن الخبراء بيطلبوه بيقولوله لازم تقلل الإنفاق وهو بيقول أنا مقدرش أقلل الإنفاق دلوقتي على المشاريع الجديدة لأن ده هيقفل بيوت كتير وفي بيوت كتير معتمدة على الإنفاق دوت اللي أنا بقوله يا سيادة الرئيس لو عايز تنفق صحيح تقدر تنفق في مشاريع تكون العائد بتاعها فوري على البلد مش إن إحنا نبني في الصحراء مدينة في الصحراء ولا أعلى برج وأوطى مش عارف إيه والكلام ده كله اللي مش هيشوف البلد مش هتشوف عائد منه غير بعد 15 ولا 20 سنة ده لو شافت عائد منه ولا حاجة زي القطر السريع والقطر الخفيف والقطر العبيد والكلام ده كله دي مش هتجيب عائد أنت عايز حاجة تجيب عائد فوري زي ما بتقول أنت أنك محتاج حاجة تجيب وظايف تحول يتطلع عمالة تشتغل برا وتحول للدولة اللي أنت بحتاجه دلوقتي أنا بخترح عليك ثلاث حاجات فورا نمرة واحد برنامج على وسع البلد كلها للتدريب المهني التدريب المهني ما يزيدش عن من 6 ل 12 شهر ده على طول بتبقى عمالة جاهزة على طول أنها تطلع وتسافر برا ويبتدوا يحولوا فلوس عمالة ممكن تكون في حاجات جديدة زي سبليسنج بتاعت فايبر يشتغلوا تقنيين معامل معامل هستولوجي معامل حاجات كتير كل الحاجات دي كلها ممكن تقدر تعمل فيها خبرات بسرعة ليهم ده حاجة موضوع تاني تقدر تعمله إعادة تأهيل المدارس الموجودة والمستشفيات ده بسهولة جدا وهيكون العائد أكتر من رائع عليها أنت بالشكل ده هو ده الشغل اللي يبقى له العائد بتاعه يرجع على البلد وعلى الميزانية فورا مصانع تحويلية حاجات صناعات زراعية وكلام تكفيف بصل مش عارف إيه حاجات دي كلها بسهولة تتعمل والأفراد هي اللي تعملها إصلاح البنية التحتية للمدن اللي موجودة بالفعل الأديمة زي القاهرة زي طحنوب زي المنصورة زي كل المدن والمراكز اللي موجودة في البلد سيبك من حكاية المشاريع الضخمة العملاقة اللي مش هنشوف عائد منها في العشرين سنة الجاية دي الحاجات اللي تجيب على طول عائد فورا وتمشي عجلة راس المال جوه البلد بس ده اللي ما عايز أقوله شكرا